موسيقى 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 الضقائق الأخيرة من ساعة حراء من المضيوف الجبات مختصرة سيد كدار بيري مقرأتك لزيارة الوزير السعودي ثامر السبهان برفقة المبعوث الأمريكي إلى ريف الرقة. هل هي عودة سعودية ميدانية بدعم أمريكي في مواجهة حلف ضرورة كما وصف ربما بين تركيا وإيران وروسيا بعد تدعيات استفتاء أقليم كردستان العراق؟ هو تثبيت للحلف الذي يجب أن يكون في هذه المنطقة برعاية أمريكية وهو الإسلام المعتدل من قبل المملكة العربية السعودية وأعتقد يجب أن يكون معها دولة الإمارات العربية أيضا بدلا من أن يكون محاولة الاستلاء على الإسلام السياسي من قبل تركيا والجديرون بالتحالف مع قوات التحالف الدولية وبالقوات الجديرة على الأرض سواء كانت العسكرية منها أو الإدارات المدنية على الأرض هي رسالة لكل الأطراف السورية والتركية أو للتحالف الجديد الذي حصل بين السوريا تركيا إيران قبل الاستفتاء وبعد الاستفتاء الذي حصل في أقليم كردستان الجنوبية ورد أيضا للمحاولة الإيرانية في كاركوك ولا أقول العراقية بل الإيرانية في كاركوك بمؤازرة تركية للاشتياحة الذي حصل قبل يومين دعني أقول ذلك القيادة الكردية هناك أدركت بأن هناك مؤامرة كبيرة أكبر مما هو مدينة كاركوك أو الاستفتاء وهناك يعني فتح ما أحدث كاركوك على أكراد السوريا كانت لديكم طموحات أيضا من استفتاء أقليم كردستان أحبضت بإحباط احتمال قيام دولة كردية في العراق أعتقد الكرد في أجزائهم الأربعة وفي الشتات حتى كانت هناك خيبة أمل كبيرة مما حصل أو من الانسحاب المخجل الذي كان لكن إدراك الأبعاد السياسية تكون هناك فرصة مرة أخرى لا عودة عن ما كان أما عن كرد في سوريا فالكرد في سوريا أكثر ما طرحوهم الفيدرالية ونحن مضون بها كلمة سيد ماكورك بأن لا مكان للأسد في الرقة هو أكبر دليل أو مفتاح لهجة سياسية جديدة على الأرض بأن سوريا ستكون فيدرالية ولن تكون مركزية ديكتاتورية لأهل الأسد أو لمن كان يطمح بأن يأخذ مكان أهل الأسد يعني كنا لنتخلص من الأسد كان هناك من يريد الأخوان المسلمون تحديدا كانوا يريدون أن يكون هم البديل عنه وليس تغيير النظام تغيير تغيير شغل إبناء سرع على الأرض نعم سيد فؤاد عليكو زيارة الوزير السعودي مع المسؤول الأمريكي لريف الرقة هل فيها رسالة إلى تركيا مثلا كيف سيكون موقفكم من هذا الصراع الإقليمي الدولي صحة تعبية على تحديد مسارات النفوذ في الأراضي السورية حقيقة حتى الآن لم تصل العلاقات بين تركيا والسعودية إلى حالة التوتر كما قد يتصور البعض نحن نعرف أن هناك علاقات مستمرة وهناك مشاورات مستمرة ولكن هناك خشية أيضا يعني في تعامل تركيا مع قطر وهذا ما يؤدي قد يؤدي إلى تشكيل محاور جديدة في الشرق الأوسط بحيث يكون قطر إيران تركيا ورغم استبعاد هذا العراق وسوريا رغم استبعادها نتيجة وجود حالة صراع مذهبي قوي في الشرق الأوسط بين المذهبين السني والشيعي ودفع إيران بهذا الاتجاعة أعتقد هناك تفاهم سعودية أمريكي كبير حول عدة نقاط في سوريا ومحاربة الداعش وكانت سعودية من الدول الأوائل المشاركة في قوات التحالف الدولي ومتفقين أيضا في تحجيم دور إيران ومتفقين أيضا بأن لا يكون للنظام السوري وبشار أسد في المرحلة المقبلة وهذا ما يحصل خلاف ما بين أمريكا وسعودية من جهة والروسيا من جهة أخرى خيد عليك وريد منك أيضا ما رأيك في تداعيات أمريكية لإيران نعم عفوا أيضا تداعيات موضوع كردستان العراق يعني مسألة الاستفتاء وما حصل في كاركوك على المشروع الكردي إن كان هناك مشروع كردي إن صح التعبير هناك طبعا خلافات كردية كردية سورية هناك لكم توجه داخل الإتلاف فيما يتعلق بالمسألة الكردية وهناك قوة كردية أخرى لها توجه آخر في رأيك ما هي الصغة الأنسب لأكراد سوريا بعد تجربة ما حصل في العراق أعتقد ما حصل في كردستان العراق النكسة يتحملها القيادة السياسية الكردستانية في عدم تمكنها من التشبث في مواقفها ووحدة موقفها السياسي والعسكري وهذا ما فتح المجال واسعا أمام الحشد الشيعي ولا أقول الشعبي والنظام الإيراني وكان يقود العملية قاسم السليماني وبالتالي هناك خشية كبيرة أن يتحقق موضوع الهلال الشيعي بحيث أصبح المجال مفتوحا ما بين سوريا والعراق وإيران بانسحاب قوات البيشمرقة إلى مناطق ما قبل 2014 وهذا يعتبر لا يصب لصالح الثورة السورية كان هناك حاجزا الآن انكسر هذا الحاجز وبالتالي خشية السعودية وعربية أيضا من التمدد الإيراني وتثبيت ما كان يسميه بالهلال الشيعي سوريا أعتقد القضية الكردية تختلف وضعيتها عن القضية الكردية في العراق الأكراد بمجملهم يطالبون بأن تكون سوريا لكل السوريين وأن تكون سوريا القادمة سوريا اتحادية بحيث يشعر كل مواطن بأن هذه هي دولته ويخدمها وهناك محاولات في هذا الاتجاه من قبل المجتمع الدولي لحوار جديد في جنيف بعد تجميع كافة القوى المعارضة للوقوف على الحل السياسي مع ذلك لا يوجد حتى الآن إرادة دولية لمثل هذا الحل السياسي حيث هناك تباين روسي أمريكي في هذا الموضوع نعم دكتور جريم وود أختم معك لو سمحت في تقديرك هل ترسل واشنطن إشارات كافية لحلفائها الأكراد بأنها لن تتخلى عنهم حلفاء الأكراد في سوريا بأنها لن تتخلى عنهم لأن ما حصل في العراق أثارت اتهامات كردية لواشنطن بأنها تخلت عن حليفها الكردي في العراق لا أعتقد لا أعتقد أن هناك أي ثقة لدى الأكراد في الولايات المتحدة حاليا بالطبع لقد تم دعمهم إلى حد كبير من جانب الولايات المتحدة ولكن في هذه الفوضى التي رأيناها في إقليم كردستان في العراق أعتقد أن هناك افتقار كامل للقيادة في الولايات المتحدة وتقدم التحالف جاء من خارج المنطقة كما قلنا ربما السعودية لعبت دورا رئيسيا أيضا مصر وإلى حد أقل تركيا لا أعتقد أن الأكراد سيكونون شركاء طويلي الأمد وأنا غير متأكد من الخطوة التالية أعتقد أن على الأكراد توخي الحذر بالنسبة للدعم الذي سيحصلون عليه في المستقبل شكرا جزيلا لك دكتور قريم أود أستاذ العلوم السياسية في جامعة يال في كونتكت أشكر أيضا ضيفين من أسطنبول السيد فؤاد عليكو القيادي الكردي السوري ممثل المجلس الكردي في الإتلاف الوطني والسيد كادار بيري مدير مؤسسة كرد بلا حدود من باريس شكرا لكم مشاهدين لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة وإلى اللقاء في حلقات مقبلة اشتركوا في القناة